الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم التسهيلات المطلوبة لجافبي الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما يضمن استداماتها الاقتصادية وإزالة المعاوقات الإدارية أمام المستثمرين وشدد الرئيس السيسي على الدور المحوري لمسألة توسيع القاعدة الصناعية وتوطينها محليا كما اطلع الرئيس السيسي على جهود الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لجاذبي الاستثمارات في القطاعات الصناعية جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على منح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي وبرنامج عملها وعلن رئيس مجلس النواب عقب التصويت على برنامج عمل الحكومة موافقة المجلس على ما انتهى إليه رأي اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب بدراسة برنامج عمل الحكومة في تقريرها حول البرنامج وما تتضمنه من توصيات ومقترحات تعهد رئيس مجلس الوزراء مستفى مدبولي أمام مجلس النواب بأن تكون كل التوصيات والملاحظات التي أثيرت حول برنامج عمل الحكومة محل تقدير واعتبار من الحكومة وضمن أطر تنفيذ البرنامج وأعرب مدبولي عن تطلعه لدعم مجلس النواب لبرنامج الحكومة والتعاون معه من خلال إصدار جميع التشريعات المتعلقة به مؤكدا أن الحكومة سترفع إلى مجلس النواب تقارير بصورة ربع سنوية ونصف سنوية وسنوية لمتابعة عمل الحكومة بالتوجيه على نحو مستمر أعرب المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عن شكره وتقديره لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي على منح الحكومة الثقة البرلمان والموافقة على برنامج الحكومة ولفت المستشار محمود فوزي إلى أن رئيس مجلس الوزراء أعلن أمام مجلس النواب أنه قبل بدء دور الانعقاد المقبل سيكون أمام مجلس النواب كافة البرامج الزمنية الدقيقة والتفصيلية لبرنامج الحكومة لمدة ستة أشهر بما فيها الأجندة التشريعية وأكد فوزي أن جميع الملاحظات والآراء سواء المؤيدة أو المعارضة التي أبذيت في الجلسة محل تقدير واهتمام للحكومة وأعضائها كما ذكر رئيس الوزراء والذي أكد أنها ستأخذ بعين الاعتبار لتحقيق تنمية حقيقية شاملة في كافة المجالات يشعر بها المواطن أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أن روا أن عائلات غزة فقدت كل شيء واستقلت الغذاء والخيام وشددت الوكالة أن الأوضاع بغزة تتدهور يوميا ما يعرض حياة الضعفاء للخطر مؤكدة أن قطاع غزة في حاجة إلى مزيد من وصول المساعدات الإنسانية أكدت وكالة أنباء رويترز بأن الجيش الأمريكي أعلن إنهاء عملية إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر الرصيف العائم المؤقت وصلت إلى العاصمة الفرنسية باريس مقدمة بعثة مصر الرسمية استعدادا لمشاركة مصر في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 والمقررات إقامتها خلال الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل وسيقوم وفد مقدمة البعثة بإجراء الترتيبات الخاصة باستلام مقرات إقامة البعثة المصرية والترتيب لكافة التفاصيل واحتياجات البعثة خلال دورة الألعاب الأولمبية وتشارك البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعبا ولعب أساسيا و16 لاعبا احتياطيا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعب في 22 رياضة كما تعد بعثة مصر الأكبر في مشاركات العرب وإفريقيا